تشهد الكرة الأرضية اليوم حدث فلاكي نادر لن يتقرر إلى بعد عشرين عاما وهو كصوف كل للشمس لن تتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤيته ولكن يتم رؤيته ككصوف كل في بعض الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المكسيك وكندا وسيمكن رؤيته ككصوف جزئي في غرب أوروبا أمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية والمحيط الأطلنطي والقارة القدبية الشمالية حيث أنه كشف رئيس معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك الدكتور ياسر عبدالهادي أن كصوف الشمس الأول لعام عشرين أربعة وعشرين الذي سيحدث خلال ساعات قليلة لن تتم رؤيته في مصر والمنطقة العربية وأشار إلى أن هذا الكصوف الكلي سيستغرق منذ بداية وحتى نهاية مدة قدرها خمس ساعات وعشر دقائق تقريبا وعند زروة الكصوف الكلي سيغطي قرس القمر حوالي مية وخمسة من مية من كامل أرس الشمس ويغطي الكصوف مساحة عرضها حوالي مية سبعة وتسعين كيلو متر أيضا سوف يستغرق مدة قدرها أربع دقائق وثمانية وعشرين سانية كشف عن المناطق أيضا اللي ستتمكن من رؤياته حيث سيتم مشاهدته ككصوف كولي زي ما قلت لحضراتكم في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كندا فيما يمكن رؤيته ككصوف جزء في غرب أوروبا أمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي المحيط الأطلنطي والقرة القدبية الشمالية وأوضح أيضا أن الكصوفات الشمسية ظواهر طبيعية تحدث سنويا وفيها يتحول النهار إلى ليلة وده الحياة سؤال كان بيتردد من العديد من المشاهدين ما هو كصوف الذي سيحدث وهو زي ما قلت لحضراتكم يتحول النهار إلى ليل لمدة دقائق بسبب حجب القمر لقرص الشمس وقال أيضا لافتا إلى أنه في عام 2006 حدث في مصر كصوف شمسي كل في مدينة السلوم إذن آخر كصوف حدث في مصر كان عام 2006 وكان في مدينة السلوم أيضا تابعه جميع المتخصصين وقتها وهوات الفلك من جميع أنحاء العالم إنه كان حدث ألم يتحدث عنه العالم أجمع أيضا أضاف دكتور إنه من المقرر أن يحدث كصوف كلي للشمس يوم 2 أغسطس عام 2027 في مدينة الأقصر إذن في مصر سوف يحدث كصوف كلي للشمس يوم 2 أغسطس عام 2027 وهيكون بالتحديد في مدينة الأقصر وقال أيضا ووضح أن هناك كصوفات شمسية جزئية حدثت في مصر أعوام 2013-2015 و2020 كما حدث كصوف شمسي كلي في العام الماضي في إبريل ولم تتمكن عفوا مصر من رؤيته وأكد رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إنه لا داعي للضجة المصارى على صفحات التواصل الاجتماعي عن كصوف الشمس الكلي الذي سيحدث يوم 8 إبريل إذن مرة أخرى مشاهدين تشهد الكرة الأرضية اليوم حدث فلكي نادر لن يتقرر إلا بعد 20 عاما وهو كصوف كلي للشمس لن تتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤيته ولكن يتم رؤيته ككصوف كلي في بعض الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وسيمكن رؤيته ككصوف جزئي في غرب أوروبا أمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية والمحيط الأطلنطي والقارة القدبية الشمالية مشاهدين دي كانت كل تفاصيل الخاصة لدينا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وبتأكيد هنتابع مع حضراتكم كل المستجدات كنت معكم أنزم نايحيا وإلى اللقاء